هناك أحوال أخرى للخاصة الخاصة التي يقصد بها إلا عايز برنامج تربوي بالمصطرة والألم إلا عايز يواظب على أذكار بعدد معين ويكثر من الذكر جدا ويذكر الله بأسمائه الحسنى التسعة وتسعين ولكل اسم منها ترتيب في الذكر وحال وهناك مجاهدات شاقة عند بعض أهل الله قد لا يأنس بها الكل وقد لا يجد الكل فيها نفسه فخلاصة القول إننا عايزين نقول السير إلى الله تعالى مراتب ومستويات والكمال فيها لا يتناهى والباب فيها مفتوح ومعراج ليس له سقف وليس له نهاية وأن إلى ربك المنتهى كما يقول أهل الله فكل إنسان يأخذ من ذلك بقدر ما آتاه الله من الاستعداد فأنا عايز أقول لكل سادة المشاهدين القاعدة الكلية أن الله مقصود الكل أن الله جل جلاله هو الغاية والهدف أننا وجدنا في هذا الكون ليكون الكون رحلة وسير إلى الله اجعل سيرك إلى الله اجعل وجهتك إليه استشعر في كل يوم معنى الافتقار إلى الحق استشعر في كل يوم معنى الأدب مع الله جل جلاله ومع الأكوان من حولك فلا تعامل حتى الجماد إلا بمقتضى الرفق ثم مع الخلق لا تكسر خاطر إنسان لا تجرح إنسان لا تتسلط على إنسان لا تؤذي إنسان كن قائما بكثرة الذكر والإنابة ثم ترك نفسك لهذا الحال وشوف حيوديك فين وجدت إنك أنت أخذت منه جرعة كانوا بيقولوا حسب حوصلة الإنسان تشبيه للإنسان بالطائر وجدت إنك أنت أخذت منه جرعة واكتفيت بارك الله في مرزق فيها الخير والبركة وجدت عندك الهمة والسير والارتقاء من مستوى إلى مستوى فدونك والباب مفتوح إلى الله جل جلاله ترجمة نانسي قنقر